السلام عليكم باش تستمتعوا بطبق دي الكرشة مميز والديد فضروري ما نغسلوها بشكل جيد غانعطيكم جوج طرق ليها مميزة ومختلفة بيها غادي نحصلوا على كرشة بيضة بياد تلش كيف ما تتلاحظوا معايا تتشعل من الجهتين لي نبدأ على بركتي الله بالنسبة للطريقة اللولة فتناخدوا دائما الكرشة مني تناخدوها او لا تنضب حد بحد ينا تنغسلوها مزيان بالماء من صنبور حتى نحصلوه على النتيجة اللي تتلاحظوا الان طريقة ديال التنضيف ديالها غادي ننضفوها من الداخل ومن بره الطريقة اللي هنعطيكم اليوم فهي سهلة بزاف اول حاجة كيف ما قلت لكم تنشطفوها مزيان حتى نصبح نضيفها بهذا الشكل اللي تتلاحظوا امامكم تناخدو ايناء اللي تيكون الحجم دياله شوية كبير وتنوضعو به ماء مغلة اللي تيكون واصل لدرجة الغليان القياج ديال المالي عندنا ما بين اترون سلجج اترو غادي نضيفو عليه كيس من خميرة الحلويات البيكن بباودر الوزن 14 جرام بحالة 7 جرام كل اترو الى ما توفرتوش على اه خميرة الحلويات فعوضوها بالبيكاربونات عادي يعني جوج مع القكبار من بعد تنوضعو فيهم الكرشة وباش نتخلصو من زفورية ديالها فتنضيفو ورق الغار ورق الرند الكمية اللي بغيتو من بعد تنوضعو واحد الاناء فوق منهم باش نتأكدو بان الكرشة ديالنا راحنا غامسينها مزيان في هاد الماء تنخلوها المدة ديال خمسة دقائق من بعد ما تتمر هاد المدة فغادين ناخدو الكرشة وكيف ما غادين تلاحظو معايا يعني الطريقة اللي غادين نعطيكم الان فهي سهلة بساف وعاملية غي هي ضروري ما تخلوها واحد خمسة دقائق يعني دقائقة جوج دقائق رهم ما كافينش فلاحظوا معايا ما شاء الله غتبدأ تقشر لكم بكل سهولة يعني لستعملتم فقط الاصابع ديالكم غيت تفركوها بايديكم رغادي تتقشر لكم بكل سهولة باش ربحوا الوقت تناخدو سكين او لامعلقة لكل حجم ديالها كبير وتنبدو بحالة نبشروا فخيزوا مثلا نفس الطريقة اللي غادين نستعملوها الكرشة يعني في واحد الوقت واجيز قياسي سنحصلوا على كرشة بيضة تماما طريقة سهلة بزاف الناس اللي ما سيبهوش يقشروا الكرشة ارا سبق وضعت لكم فيديو من قبل غادين نوضع الرابط ديالو بالاسفل بصندوق الوصف ولكن هذه هي الطريقة المفضلة عندي فلاحظوا معايا ما شاء الله فكيف ما قلت لكم تنأكد اللي ما عندوش خميرة الحلويات من الاحسن يعوضها بالبيكاربونات جوج مع القبار مع القا كبيرة لكل لتر من الماء مغلى تسبقى طريقة صحية وعملية في نفس الوقت الداخل ديال هاد الكرشة كيف ما تتلاحظوا معين تتكون واحد الخيوط كذلك بعض الدهون اللي غير مرغوب فيها تنحاولو نزولوها بكل سهولة فرا تتمشي معانا ضغياء كيف ما تتلاحظوا اغيتا نجرها وتتحيد كيف ما يمكن لكم تكشطوها بالسكين بسرعة فهذا فقط بعض الزوائد اللي تكونوا في الكرشة سنحاولو نزولوهم اما بالنسبة للطريقة التانية فتر ناخد الكرشة كيف ما قلت لكم تنغسلوها اولا من بعد وضعتها هنا في اكياس ودخلت المجمد حتى تتجمدات تماما من بعد متجمدات خرجتها وخليت دي كونجلات هذه الطريقة التانية اذا الطريقة اللولة سنقشروها من بر ومن الداخل من بعد سنشطفوها بالما عادي وهذه الطريقة التانية طريقة لي ساهلة مثلا كين بعض الاخوات اللي ما تكونش عندهم من وقت فتتقدوا الكرشة ديالهم طريقة هذه ساهلة وعملية اخدوا الكرشة واغسلوها غيب المواحد شوية يعني ستتنقى من شوائب اللي تكونوا زيدين فيها وضعوها في الاكياس الغذائية الغذائية ودخلوها المجمد الوقت اللي تحتاجوها خرجوها من المجمد دي كونجلات من بعد غادي تقشروها بالسكين طريقة ساهلة وما تتاخدش لكم الوقت وبدون اي اضافات طرق هادو اللي تتكون بزوج فهم عمليين وغادي يساعدكم بزاف خاصة احنا على ابواب عيد الاضحى فبارك عواشركم فما شاء الله لاحظوا معي نرى الطريقة سهلة وعملية كذلك هالطريقة التانية واصبع اصعب جهة في الكرشة هي هادي اللي تتكون في هاد اه هاد شكي لات هادو يعني تشدو لنا هادك اه القشرة ديالها اللي تتكون بالاعلى من بعد تنشطفوهم بالماء بشكل جيد كيف ما تتلاحظوا معي ما شاء الله لاحظوا معي النتيجة اكتر من رائعة تلك ليتو الكرشة هتكون عافلين اشتاكلو واشي حاجة لنقية وديل البدار خدمة يعني ديل القلب فما شاء الله فالصورة واضحة هي تت اه يعني هي شاهدة على راسها هي حاكمة على راسها كيف ما تنقولو وبالنسبة لطريقة ديال التعقيم هي اللي غادي نمرو لها الان هادي عندي الكرشة ديال الغنمي والاخرى را الكرشة ديال البقر يعني وريتكم بزوجهم يعني اللي توفرتوا عليه طريقة را سهلة يعني را تصلح الطريقة اللولة والتانية بالنسبة للنوعين لاحظوا معي ما شاء الله اياه البياد اللي في هادي الكرشة رامنا قشرناها ريا تبقى محافظة على الشكل ديالها يعني را وخا عشرنها تبقى محافظة على ضج وعيرات تبقى محافظة على ضج وكل شكي للاز يعني را ما ستزولوش ابدا فقط ض 같يك الطبقة لي تتكون من الفوق من الاعلى را حال كيف مسا نديرو مسلا تقشر pourraitvir ذلك عليك الطبقة لزه تكون من الفوق من الاعلى ره حل كيف ما شاء الله وعندي هنا خمسة المعاق كبار من الخل البلدي او لاي خل عندكم وخمسة المعاق كبار من عصير ليمون الحامض يمكن لكم تزيدوا الكمية اللي بغيتو فقط انا اعطيتكم هنا كمية اللي هي متوازنة تنخلطوا هاد المكونات تندعكو بهم الكرشة اللي عندي فالقياز دي الكرشة اللي هنا لقيت قريبا دي الواحد جوش كيلو اما البقية فنظفتها بنفس طريقة وعملتها في المجمد لان هاد الكرشة هي اللي غادي نخدم معاكم بها هي اللي غادي نوريكم الطبقة ان شاء الله كيفاش نحضروا الكرشة بالطريقة دي اللي طريقة مميزة اللي ما غاديش تشبعوا منها واللي ضاقها عندي ما شاء الله يعني كل شي تقول طب فبلا ما نشكرها فالناس اللي سيتفرجوا فيها وضيقين الكرشة عندي وهم يحكموا من بعد تنخليوا هالمدة دي خمسة دقيق بعد ما سنضيفوا عليها الماء المغلة لواصل لدرجة الغالية نتنغمروها بالماء بشكل جيد فكيف ما قلت لكم تنخليوا هالمدة دي خمسة دقيق وسنوضعوها تحت السنبور او الروبوني حتى تشطف بشكل جيد تنخليوها تسقطر في واحد شبكة وسنقطعها فيما بعد القطعة بالحجم اللي احنا بغينا الى بغينا نحتفظوا بها في المجمد فيمكننا نوضعوها في اكياس تسفقى يعني صالحة وما تدرنا لا رحالة مجمد احتفت اللاجمة تعتيني شر رحة وغدا ان شاء الله غدا نحضر معكم طبقي المميز ديال الكرشة فعواشركم مباركة غدا لنا لقاء مميز مع هاد الكرشة هادي فالسلام عليكم